إلى متى هذا الكذب سيدوم؟ إلى متى؟ سيدوم سنة سنتين على الأظن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم خشيخ وتاتي في فيديو جديد ودائما مع المدعوم محمد فايد فعلا كما قال محمد فايد الكذوب ما كيدوم سنة ولا سلاتين ولكن هو بالنسبة له أو في الحالة دياله الكذوب دياله مدام سيمانا حتى عرفوا المغاربة كاملين أنه دجال كذاب كيدعان في الدين وكيدشر الفتن بين الشباب ولكن هذه مشكتنا لأن المغاربة عايقين به وكل واحد عارف شكونا هو الفايد الآن أدله الله بعد مع الزاب سنرى الفيتنا ديال أدسنس ودائما مع الدكتور محمد فايد واليوتيوب الجزء الثاني كما نقول فكيفاش الدكتور فايد يخدم في اليوتيوب وكيفاش يرد على الناس اللي يردوا عليه وكيفاش يتاجر ضد الدين سنجعل واحد تحليل بسيط ديال القناة دياله باش تعرفوا شكل المشتركين شحال يخرجوا من عنده شحال يدخل في النهار شحال يدخل في الأسبوع شحال يدخل في الشهر وهذا ليس يحسد منه بطبيعة الحال لأنه مني كان بعقله كنا نقول الله يبارك كنا فرحاني له ونشجعه وندافع عليه ضد العلمانيين ولكن من قلب الفيستا خصنا نبينه للناس الناس اللي يدير كامل على الرفع من المشاهدات وعلى المداخل المالية التي تدفع بالدولار قبل ما ندخلوا تحليل القناة نشوفوا بعض المقاطع كيفاش رضي على بعض الناس وندخلوا نتوكلوا على الله كل مقطع على حدة كما جارك العادة واحد أقشش يشير يشير أقشش هذا عمل فيديو الصدمة كم يربح الفايد من اليوتيوب ها نحن بدنا مع أقشير ما عرفنا شنا هي هذه الكلمة ولكن ياريت لإخوة الأمازيغ يترجموها لنا في التعليق لأنني أنا معرفاش ما كان فهمت الأمازيغية ولكن اللي فهمت أنها غدا تكون سبان أو معيور أو تقليل من شي قيمة دي الشيسر فهذه ليست أول مرة لأننا عتدنا على محمد فايد اللي يقول لك أن تحددك تطلع لي شي فيديو كنسب فيه ولكن نشتم سوصف من الناس بالمعزاء بالعتروس حيث عندهم اللحية وهذا تركيط عن كيوصف الرصوص الله عليه وسلم لأنه صاحب اللحية والرصوص الله عليه وسلم كيوصف صاحب اللحية بالعتروس كيوصفهم بالقرودة كيوصفهم بالحيوانات المخلوقات العجيبة ما خلحت شي صفة دانية موصص بها المخالفين دياله يا إما تكون معي يا إما تكون ضدي إذا كنت تضدي سنسمع عقل هادرة كما قال محمد فايد نكمل ما قال ونحل كما جارت العادة كل المقطع على حيث أنا أربح من إنتاجي حلالا طيبا وانت عامل فيديو بلاي حيتك هاد الشير هاد الفرخ وتكسب من الحرام أنا كنكسب من إنتاجي أنا مبلش ناسي دخله ولكن أنت تكسب من إنتاجي أنا أنت تسرق من القناة وتكذب على الناس وتكسب فهذه اللولة أنه كيسب فات السيد اللي رد عليه وثاني حاجة كي يقول بوجو قاصح أنه كيكسب بالمجهود دياله بالحلال والأخر كيكسب بالحرام فبالله عليكم مش تكون اللي عند الله حسن واحد اللي كيكسب بالقضح في السنة وبطعن في البخاري وبإنكار السنة وبتقول غير القرآن ويتعن في الدين ويتعن في الشيو ويغفو العلماء هذا هو الحرام بعينه انت كنت تكون الحمد يا العباد الله ديال العلماء قد تكون فيه بالليل والنهار وكتكذب عليهم وكتكذب حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتفسر القرآن بذلك الشي اللي بغيتي مش اللي بسرور رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جيتين تفقى الزمال اللي القرآن ما نفسر فانت يا اللي كتقوله هو اللي حرام أما دك السيد ربما غير كيدافع على الدين دياله غيرتا من الدين وكيرد بشي بهيين للناس للضلال ديالك ويحذرهم منك لا شي فهو السيد ولا غيره ولحتى أنا براسي كنا كنبغيوك شحال هذي من كنا في يمات نتقلب تيل فيستا نحن سنقلبه عليك لأن دين خط أحمر اللي قرب له سننوضو له كاملين بيع البصلة وعيش من الحلال أنا كان عيش من الحلال أنا عندي إنتاج أنا ما عندي إنتاج وما طلبت من الناس انخارطوا وما عمرني طلبت من الناس انخارطوا يا سيدي أنت عندك الإنتاج ديالك حالا أنت كل شي عندك حلال عباد الله يأكله الحرام وكل شي عيشا في الحرام تول واحد اللي قد تأكل في الحلال وكل شي عندك حلال مع أنك قد تأكل في الحومة ديال عباد الله بالليل وبالنهار ثاني حاجة هي أنك قلتي ما قد تقول للناس انخارطوا فهذا العجب العجب فأنت هي كتكذب على الناس ده مؤخرا كتقول لهم انخارطوا بحسابين وثلاثة واربعة وديروا لايك وكتقول معمرك ما قلتي العباد الله انخارطوا فالله ينعني ما يحجم يرجى إعادة الاشتراك بحسابين أو ثلاثة ايوه الشي قال لك الكذاب خليه ينسوا وسولوا تحتف نفسك في مواقف بيخة ممكن شخص يشترك بتلات حسابات في هذه الحالة سيصله الإشعار أكيد أنه سيصل الإشعار اوه ما بقالك سيد غير هالزروات علم قول لي اشتركوا صحة هالشي اللي بقالك اشتركوا بحساب وبجوج وبثلاثة والشخين هالشي كيف كفية ولا نزيدوا نديروا شي حاجة أخرى كثير من الناس يضغطوا على لايك وما كان يطلعش لكن أن تتأكد أن تضغط على لايك مرتين وثلاثة وثلاثة وربعة وتأكد هل يعني هل تحسب هل تحسب العدد تغير أم لا حاولوا ما أمكن إعادة الاشتراك الإخوان اللي بغين الذين يريدون أن يبقوا معنا سأسمح لي بولفايد ولا كي رح تأو أحد ما سيبقى معك سيبقى معك غير الحسابات الوهمية والحسابات للناس الذين نسوا الباسورد لهم أما الحسابات الحقيقيين سيبقى معك غير جوج العلمانيين والشراكيين والملحيدين والسطالينيين والذين التي تتعن فيهم في الأول لكي تتعطف المغاربة تقول ضد العلمانيين ضد السطالينيين ضد اللينينيين هذا أو مصحابك أو مخوتك وهذه هم الذين يبقى معك وحدرز مقليلة وانتعرف هذا الذي ترجع وكتوسل في عباد الله يبقوا يشتركوا أكثر من حسابات لكي يرى القناة يسحب عدد مشتركين كبار فتأكدوا منه هذا من السبسكرايب تأكدوا منه الاشتراك واللايك وكذلك التفاعل هذه اوبشن جديدة زادها الفايد خفت على اليوتيوبر العالم كامل ينقع اليوتيوبر يقول لك اشتراك ودير لايك وتفعيل الجرس ولكن اليوتيوبر العالم كامل يقول لك احتى التعلاق وده التعلاق يحتوي الفايد باش يكون القضية عنده الحرب نايدة ولكن أوليدي غير حلم وتمتع بالحلم ديالك ولكن كنقدم مادة ومادتي وما كان أخذ من قناة حد وما كان سرقش الناس يصرقون من القناة يقولون تعالوا تشوفوا فايد كم يربح ما فيها فاسب الفايد أجل نشوفوا جميعا شحلك يربح الفايد من اليوتيوب وغادي نشوفوا واشهد سبب يكفي لأن يطعن في دينه وأن يهجم على التوابت وأن يهجم على العلماء ويسبهم وليل نهار ويطعن في السنة النبي صلى الله عليه وسلم وينكر ما صح في دين الله عز وجل بالتواتر واشهد السبب ولله فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال يبيع دينه بعراضين من الدنيا في نهاية الحديث إذن كما ترون هذه هي القناة الرسمية محمد فايد في اليوتيوب وهنا كما تشوفوا هذا هو الرمز لكسورة لها هنا دار 16444 فيديو في مدة 4 سنوات يعني احطم الرقم القياسي بلا منازع هنا عنده جد المليون و310 للألف دائل المشتركين الوهميين بطبيعة الحال لأن العدد ديالهم كيفوت ربما 100 ألف ولا قل فهذا قد تشوفوه يعني واضح في المشاهدات يعني تشوفوا المشاهدات الأقصى عدد ديال مشاهدات كيبلة 0.1 حتى 0.9 في المياه من عدد المشتركين وهنا شحال عدد المشاهدات 236 مليون مشاهدة من نه لفحد القناة هنا الدولة هي المغرب نوع القناة وهنا وقت تشفت القناة النهار 4 أبريل 2019 يعني بالضبط 4 سنين يعني يعني هنا معلومات مثلا ترتيب ديال نوعيات القناة الترتيب في المغرب الترتيب ديال المشاهدات وغيرها فهنا هنم دخله كما تلاحظو هنا السبسكرايبر ما كانوا يزادوا من 2022 تقريبا كان يعني بين سافر و 10 000 سافر ولكن نبدأ محمد فايد هذه الخارجة بدكت عن الدين هنا كما تلاحظون في شهر جوج بالضبط في شهر جوج أو ينزل ما ينزل هنا 10 000 في الأول كما تلاحظون هنا نقص هربو وهذه عودتان حتى ما هربو وهنا نرى المشاهدات الأسبوعية كيف الترتيب كان ستظه حتى وصل هنا في شهر جوج كما تلاحظون ربعة فبراير سنقص وهذا ستظه في الفيديو و 3 4 في النهار و الفيديو و يحاول يجيب عدد المشاهدات يقول كثير نرى هذا حال التاريخ بصفة عامة لنطول الفيديو و حال الدخل بين و بين هما يعتمد هنا على عدد المشاهدات وعدد المشاهدات يقول تقريبا فيهم واحد الإشهار الإعلان ولا الجوج أما الدكتور فايد فرا عنده يعني بالعشرات الإعلانات فهذا غالبا يوصل لهذا الرقم الأخير غالبا الذي يقول الإعلانات يوصل لهذا كل الناس الذين لا يملك الإعلانات ولا يملك غير واحد ولا الجوج يكون عندهم هذا ما بين أقل أحد وأقصى المتوسط اليومي المحمد فايد هو 147000 مشاهدة التي تقدر بين أقل شيء 34 أورو حتى 537 أورو في اليوم هذا اليومي قريبا 5000 درهم هي أقل حاجة ممكن 45000 درهم في النهار في النهار يعني لجينا نشوفه في الشهر هنا الأسبوع عنده تقريبا 4 مليون في الأسبوع أي ما يناهز 16000 أورو في الشهر هنا آخر 30 يوم فيها 16000 بين مليون حتى 16 مليون تقريبا بين 1000 أورو حتى 16 ألف وهذه أقل حاجة فاوستي درهم مشي الخاطر جاء وبقى كدير ذوق الفيديو وبقى كدير المشاهدة يتلعون يتعلق الإشارة عن المعطا ويبقى كي توصل العباد لله اشتركوا واشتركوا فهذا هو كل شي على القناة محمد فايد وكما قلت لكم هذه القناة تعتمد على تفعيل الاشتراكات على الشراكات مفعالة أما ممكن تلقاه شيء هنا كتب لك يربح مثلا 1000 أورو 500 و 600 هو ما أخذ تحتري العلاج لأن ما وصل لدكتور سورو ديال الربح اللي هي 4000 ساعة 1000 مشارك فهنا تعتمد هذه الإحصائيات تعتمد على عدد المشاهدات مضروبة في أقل شيء إما إعلان أو أكتر يدير الإعلانات يدير ربعة يخشي إعلان يدير كل خمسة دقائق وكما تلاحظ الدكتور فيد يدير كما قلنا ماشي إحنا ماشي نحسدوه ولكن المشكلة هو أنه يعتمد فيه شيء كبير على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشكيك في الدين ونشر البيضاع ونشر الفساد وتشكيك الشباب في دينهم وفي عقيدتهم وتعرف العقيدة وفي الصحابة وفي غيرها فهذا هو أسوأ بعشرة هذا هو التجارة ضد الدين وليش التجارة بالدين فهو ربما يتاجر بها باش الناس يتقو فيه ويشير ما عنده هذا يبيع يشير مسكن البسلاء الخضراء ولا يعاون أما هذا يكذب على عباد الله ويشكك في العقيدة يعني يتاجر على حساب الدين وياريش كون كيف يفيد شي حاجة صحيحة ولكن هيا هيا أسمع سألونا يتحيا ولكن لحيات لمن تنادي وهذا كل ما في الأمر ونكتفي هنا وجزاكم الله خيرا على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان لا جزيكم بخير أنا ما عمرني طلبت منكم الاشتراك ولا من أجل القناة الله يستطيع الوقت ويقوم معنا تأكدهم الاشتراك تأكدهم الاشتراك واللايك لا يعقل لا يدخل الالفين وتكون مئة لايك لايك ونتفعل الاشتراك لماذا لنكون جميعا بلايوتيوب لازلت أقولوه جعاني بلايوتيوب هم الذين لدي الحملة ليس هنا كشويخ ولا علماء أظن الصوت تسوى لأن كان ابني هو الذي تكلف بالصوت كان مشكل في الهاتف معدرا لأن الحرارة مرتفعة في المنزل حرارة ولا تصدق أحد